اليوم المتنافسيه هلال والنصر شعرت أمس اليوم أني أسمع الرادو زمان ونحن نتابع المباريات لأنك ما تسمع الهدف ما تعرف عن الهدف إلا من المعلق لأنه للأسف كان وأمس سجل وما شاهدنا الهدف اليوم كريس سجل وما شاهدنا الهدف إذن مخرج المباراة اليوم نتكلم عن لقطة ليست جمال مدرج ولا تيفو إحنا نحب نشوفه وتعب أو غضب جماهير أنه ما بث جمال كرة القدم بأهدافها أن لا تشاهد الهدف بشكل مباشر إذن على المخرجين أن يراجعون أنفسهم إذا إحنا نسمع أن المخرجين مستقطبين أو ناس محترفين جايين خلونا على المخرجين الأولين على الأقل قاعدين نشوف أهداف المباراة لأنه اليوم القيمة الكبيرة التي قاعدة صراحة تضخ لدوري السعودي تحتاج على الأقل أن تشوف الأهداف بشكل مباشر فنياً في القول؟ فنياً يكفي أنك أن تشوف كل إنسة كل حاجة كرة القدم أحياناً تكافئ اللاعب الذكي والمهتم والحريص شوف اللقطة كريس راح للكرة قبل ما يلعبها اللاعب يريد رجعها للحارس قيمة كبيرة للاعب كبير نفتخر في الدوري السعودي أن لدينا لاعب بهذا